السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في مناسبة خاصة وحلقة خاصة من فيلم جامد حلقة النهاردة هي الملخص التنفيذي ومراجعة ليلة الامتحان ونموذج الإجابات للأسئلة المتوقعة في Avengers Endgame اللي بيتعرض في مصر بالشراكة مع كوكاكولا Zero Sugar واحتفالا بالمناسبة دي وتزامنا مع عرض الفيلم في مصر هتلاقوا الكنز بتاعة كوكاكولا Zero Sugar بثوبها الأفنجرزي الجديد ده بس اتقالوا على موضوع الكانز ده دلوقتي الحلقة دي هي البرشامة اللي أي حد ممكن يحتاجها قبل ما يدخل Endgame وتركيزنا فيها هيكون على كيفية تطور الأحداث داخل عالم مارفل السينمائي من خلال مرحله الثلاثة مع التركيز على أبطالنا الخارقين والشخصيات المهمة وأحجار اللا نهاية أو الانفينيتي ستونز فلو في فيلم فاتكم أو ناسين تفاصيل واحد من الأفلام أو ما شفتوش أي فيلم فيهم أصلا ومع ذلك عاوزين تشوفوا Endgame أولا يخربت الكسل والطمع طبعا وثانيا لأ حتبسطوا معانا إن شاء الله وقبل ما نبتدي ياريت نخبط اللايك الجامد من محبي البرشام وعشاق الكسل وأنصار الحصول على كل حاجة عالجاهز حلقة النهاردة فيها تفاصيل كتيرة ومليانة حرق طبعا فيلا بينا نرجع بالزمن بتاع 11 سنة كده في 2008 انطلقت المرحلة الأولى من الأم سي يو بفيلم آيرن مان واستمرت على مدار 6 أفلام اتعرفنا فيهم على 7 أبطال خارقين و3 أشرار مهمين و3 شخصيات محورية و2 من الانفينيتي ستونز بطلنا الأول هو و3 أبطال خارقين آيرن مان والتحول الكبير من توني ستارك تاجر السلاح ورجل الأعمال والمخترع العابث والمغرور اللي لسه برضه بعد ما بقى آيرن مان عنده شوية عبث وغرور لكن على الأقل ما بقاش تاجر سلاح لأ نبص على نص الكان المليان لو سمحتو في مشهب ما بعد تتر النهاية في آيرن مان واللي أصبح بصمة معتادة في أفلام الأم سي يو وأبوس نظارة البعد الثلاثي بتاعكم ما تمشوا من أنت جيم قبل ما تشوفوه توني ستارك بيتلقى زيارة من نيك فيوري مدير وكالة شيلد لتعريفه وتقديمه لمبادرة الأفنجرز بطلنا التاني اتقدم في فيلم دي إنكريدبل هالك وهو هالك هو نتاج تعرض بروس بانر لشحنة هائلة من إشاعة جاما وفي مشهد ما بعد تتر النهاية جنرل روس اللي كان بيحاول يجند هالك ويتحكم فيه بيتلقى زيارة من توني ستارك عشان يقوله إن ملامح الفريق بدأت تتضح انتظرنا سنتين بعد كده لغاية لما تعرض فيلم آيرن مان 2 واللي قدم بطالين جداد أولهم هي ناتاشا رومانوف أو بلاك ويدو اللي اخترقت شركة ستارك واكتشفنا بعد كده إنها من عملاء شيلد والبطل التاني هو وور ماشين اللي اتولد مع تعب جيمس رودز من استهتار ستارك وقراروا بالاستلاء على واحدة من بيدل آيرن مان لنفسه وللجيش الأمريكي في 2011 اخترق الأم سيو حدود الكوكب وراح لأسجارد عشان يقدم لنا ثور إله الرعد العابث برضو المغرور برضو بمطرقته ميولمير وتقديم ثور في الفيلم ده لا يزيد أهمية عن تقديم لوكي إله الأذى بعيد عن نوكو واللي حيلعب دور مهم وطويل معانا مع تصميم فريد لشخصيته في مشهدنا بعد تيتر النهاية بنلقي نظرتنا الأولى على حجر اللانهاية الأول أو الانفينيتي ستون الأولى وهو حجر الفضاء أو السبيس ستون المحفوظ داخل التسراكت في 2011 برضو تم إصدار فيلم كابتن أمريكا The First Avenger واللي رجعنا بأحداثه في الزمن لصراع الحرب العالمية التانية وتجربة صناعة الجندي الخارق اللي بتحول ستيف روجرز لكابتن أمريكا ودرعه اللي صنعوا هاورد ستارك أبو توني ستارك من المعبن النادر فيبرينيوم الفيلم ده قدم شرير مهم جدا وهو يوهان شميت أو ريتسكال قائد كتيبة هايدرا في الجيش النازي واللي كان بيطور أسلحة فتاكة باستخدام التسراكت وقدم كمان شخصية محورية جدا وهي باكي بارن الصديق روجرز في مواجهة النهاية في الفيلم ده التسراكت بتفتح بوابة فضائية بتشفط ريتسكال بينما التسراكت نفسها وكابتن أمريكا بيقعوا في المحيط هاورد ستارك بيستعيد التسراكت وكابتن أمريكا بيظهر في 2011 عشان نيك فيوري يشرح له انه كان نايم في شكل متجمد بقاله 70 سنة وفي 2012 بنختتم المرحلة الأولى من الأم سي يو بالملحمة الكبرى الأولى أفنجرز واللي شهدت مواجهة فريق الأفنجرز الأصلي لغزو فضائي من لوكي قائدا لجيش من الشتاوري ومتسلحا بسولاجان بنعرف بعد كده انه يحتوي على حجر العقل أو الماينستون فريق الأفنجرز في الفيلم ده كان بيتكون من آيرن مان وكابتن أمريكا وهالكو بلاكويد وثور ويهوكاي راح معاهم كده الأفنجرز بينجحوا في انهم يصدوا الغزو ده ولوكي بيرجع لأسجارد كسجين مع ثور ومعهم التسراكت وفي مشهد ما بعد تتر النهاية بنكتشف انه وراء الهجوم ده كان تانوس وان الغرض منه كان الاستيلاء على التسراكت عشان بيحضر مفاجأة كده المرحلة التانية من عالم مارفل السينمائي ابتدت سنة 2013 بالجزء الثالث والأخير على حد علمنا الغايد دلوقتي من سلسلة أفلام آيرن مان المرحلة التانية برضو احتوت على ست أفلام استمر فيها أبطالنا من المرحلة الأولى واضاف عليهم عشر أبطال جداد مرة واحدة ومعاهم حجارين إضافيين من الانفينيتي ستونز في آيرن مان ثري شفنا التطوير المستمر اللي توني ستارك بيعمله في ترسانة البدل بتاعته وشفنا أول ظهور لوور ماشين أو آيرن بيتريت في مغامرة ومهمة متكاملة في نفس السنة شفنا فيلم الثور The Dark World واللي لوكي بدأ فيه يبدل ما بين وش الشر ووش الخير عشان يلخبطنا معاه عظم يا برينس والله وشفنا كمان الأيثر وهو سلاح في شكل مادة ليها تأثير مدمر وده شكل من أشكال حجر الواقع أو الرياليتي ستون في 2014 مارفل بدأت تنوع وقدمت كابتن أمريكا The Winter Soldier واللي أجواءه كانت جسوسية بشكل كبير وبتدور عن استمرار هايدرا لما بعد الحرب العالمية التانية ونجحها في اختراق شيل الفيلم شهد عودة باكي بارنز الشخصية المحورية من المرحلة الأولى للظهور تحت اسم The Winter Soldier القاتل المحترف اللي بيشتغل لحساب هايدرا وشاهد كمان ظهور سام ويلسن أو فالكن كأحد الأبطال المخلصين لكابتن أمريكا في نهاية الفيلم بنعرف أن ساولا جان لوكي بقى تحت سيطرة هايدرا وأنهم باستخدامه قدروا يطوروا القدرات الخارقة لسكارل تويتش وكويك سيلفر في نفس السنة اتعرض فيلم Guardians of the Galaxy واللي قدم عالم مختلف بطبيعة مختلفة وفريق أبطال جديد وحجر إضافي من ضمن الانفينيتي ستونز الفريق اللي تكون داخل الأحداث وكان بيضم بيتر كويل وجامورة ودراكس وجروت وركت فريقنا في الفيلم ده صارع رونان على حجر القوة أو الباورستون بالعودة لكوكب الأرض مغامرتنا التالية كانت للأفنجرز في مواجهة منتج الذكاء الاصطناعي الخارق Ultron في وسط الصراع ده اتولت فيجن بالماينستون مزروعا في راسه بعد ما كان في سولاجان لوكي وفي نهاية الفيلم ده للأسف فقدنا كويك سيلفر وفي مشهد ما بعد تتر النهاية بنشوف ثانوس وهو بيقرر إن المواجهة اللي جاية حتكون معاه هو شخصيا وختاما للمرحلة التانية من الأم سي يو اتعرض فيلم أنت مان عشان يعرفنا على بطل جديد بيقدر ينكمش لحجم صغير جدا وبيقدر يتحكم في جيش من النمل أنت مان خاض مغامرة ضد اليالو جاكت اتعرفنا من خلالها على الكوانتم رالم واللي ممكن يلعب معنا دور مهم في فيلم أنت جيم وده العالم اللي أنت مان وصله لما بالغ في تصغير نفسه للحجم الذري المرحلة التالتة بقى اتعرض فيها تسع أفلام منتظرين نختمها بالفيلم العاشر أنت جيم اضاف فيها تمن أسماء لترسانة أبطالنا وطبعا ظهر الحجارين الأخيرين من الإنفينيتي ستونز بطالنا الجديد الأول هو سبايدر مان واللي ظهر لفترة قصيارة في كابتن أمريكا سيفل وور ولعب دوره كمناصر لفريق آيرن مان اللي دخل في صراع مبادئ ضد فريق كابتن أمريكا بخصوص القبول بالإشراف الحكومي على نشاط الأفنجرز في الفيلم ده كمان شفنا باكي بارنز أو دا وينتر سولجر وهو بيتحول من جانب الشر لجانب الخير بعدما كان أصلا على جانب الخير وهيدرا هي اللي حولته لجانب الشر صباح الفرهادة يعني أما البطل الثاني فهو دكتور سترينج واللي ظهر في فيلم من بطولته وقدم معاه عالم السحر والتعويذات الخارقة وقدرة التلاعب بالزمن من خلال حجر الزمن أو التايم ستون واللي استقر في سلسلة حوالين رقبة بطالنا في الجزء الثاني من جارديانز أوف دا جالكسي انضمت مانتس لفريق الجارديانز بقدرتها على قراءة المشاعر وتنويم اللي تحب تنيمه وانضمت معاها نابلة أخت جامورة واللي تحولوا أخيرا من أعداء لأصدقاء تجمعهم الرغبة في التخلص من ثانوس اللي هو أبوهم بالتبني على فكرة يعني شفنا بعد كده مغامرة مستقلة لسبايدر مان في فيلم هوم كامينج اتعلم فيها قدراته وحدود مسئوليته وشفنا الفيلم التالت والأخير برضو على حد علمنا في سلسلة ثور واللي حمل عنوان راجنا روك ثور في راجنا روك فقد عينه وفقد مطرقته وفقد كوكبه وأصبح هائم في الفضاء مع شعبه ومع ذلك دا كان أكتر فيلم كوميدي في عالم مارفل السينمائي كله ومتسألونيش ازاي مغامرتنا التالية أخدتنا لأدغال أفريقيا عشان نلاقي شعب متقدم تقنيا بفروق مرعبة عن باقي العالم وهو شعب واكاندا اللي عايش تحت قيادة بلاك بامتر بطالنا الجديد اللي دافع عن عرشه في مواجهة عنيفة أمام ابن عمه كيل مونجر وخلونا هنا نفتكر انه صاحب نظرية ان كيل مونجر لسه عايش بس دا موضوع نتكلم فيه بعدين ودي كانت المواجهة الأخيرة قبل افنجرز انفينيتي وور الملحمة اللاهثة اللي شهدت نجاح تانوس في الاستيلاء على الخمسة انفينيتي ستونز اللي كنا شفناهم بالإضافة لحجر الروح أو السول ستون وبكبسة ترقوع واحد أباد تانوس نص الكائنات الحية أو البشر مش متأكد الحقيقة بس اللي يهمنا هم المفقودين باكي بارنز، بلاك بانتر، جروت، سكارلت ويتش، فالكن، مانتس، دراكس، بيتر كويل، دكتور سترينج، سبايدر مان وعلماشي كده فقدنا نيك فيوري أثناء استدعاءه لكابتن مارفل وقبلهم كنا فقدنا جمورة كتضحية من ثانوس للحصول على حجر الروح وده بناء على تعليمات من ريتسكال اللي أصبح حارس حجر الروح من بعد متسرة اكتشفته آه وقبلهم كنا فقدنا لوكي في مواجهة مع ثانوس احنا فقدنا حاجات كتيرة قوي في الفيلم ده يا جماعة فضل في مغامراتنا فيلم أنت مان أن دواسب واللي رسخ دواسب كأحد الأبطال في عالم الأحداث ورسخ كذلك بعض الأبعاد الجديدة في الكوانتم رالم رغم أني للأمانة مفهمتش قوي وأخيرا تعرفنا على كابتن مارفل بطلتنا الخارقة اللي قدرتها ملهاش حدود والمستمدة من التسركت شخصيا والآن فضل معانا أبطال نادول آيرن مان ونيبولا على كوكب تايتن كابتن أمريكا وبلاك ويدو وهالك وروكت وور ماشين وثور مع بعض في وكان ده أنت مان كان محشور في الكوانتم رالم ولكن على ما يبدو من التريلر حيطلع كابتن مارفل في مكان ما في الكون بس هي قالت أنها مش هتعوق لو نيك فيوري نده عليها وطبعا كالعادة هوكاي حييجي معاهم كده عشان يخوضوا معانا رحلة فيلم أنت جيم اللي لازما وحتما نشوفه عشان نعرف حيعملوا إيه بالزبط عشان يرجعوا اللي راحوا ولازما وحتما نشوفه عشان نعرف لو فيه فرصة للرجوع بالزمن والحد فين ولازما وحتما نشوفه عشان نعرف موقف ثانوس من محاولاتهم دي هيكون إيه ولازما وحتما نشوفه عشان نتعرف على أبعاد المرحلة الرابعة ولازما وحتما نشوفه عشان نعرف لو فعلا كيل مونجر لسه عايش ولو ما طلعش عايش يبقى لازما وحتما ما نتكلمش في الموضوع ده تاني إن شاء الله حكون موجود في الأوبنينج بتاع أفنجرز أنت جيم مع كوكا كولا زيرو شوجر مساء يوم الثلاثة 23 إبريل واللي حيشهد أول عرض للفيلم في مصر فتابعوني على فيسبوك وتويتر وإنستجرام عشان المستجدات والصور بتاعت الليلة المرتقبة دي واللي حتكون بدون حرق طبعا ما تقلقوش ولو شفتوا الفيلم بدري يا ريت ما تحرقوش حاجة للناس يا جدعان خليكوا كويسين واشتركوا في القناة على يوتيوب علشان مراجعة الفيلم إن شاء الله حتكون تاني يوم على طول ع السخان وبي باي